يا هلا والله يا جمعة الخير في بداية المقطع لا تسلسلون على النبي اللهم يصلي وسلم على نبينا محمد المقطع اللي راح ضاع المضرب حقنا وفيه كومنتات وفيه آراء كثيرة كانت تتكلم في هذا الموضوع اتمنى مقطع ليهم يعجبكم وتشوفون اش الشي العجيب اللي صار لي وتشوفون هل حلين المشكلة ولا لا وكيف كانت الطريقة اتمنى المقطع يعجبكم اذا عجبتكم هذه السلسلة وتبغون تشوفون منها مقاطع اكثر في القناة لستعمونها باللايك عشان اعرف هذا الشي وكتبوا لي نصايحكم عن هذه السلسلة بالكومنتات وبس اخليكم على المقطع ان شاء الله يجبكم نصح اليوم اللي بعده بسبب الله والله الجوع مرة عندي مرة كويسة ان قد اشترينا اكل مرة حاجة كويسة صراحة فلوسي مرة حلوة 47 ألف والله مرة حس اني غني قفل هذه بسرعة كلية يوسف راح اكل بيتزا حلو البيتزا تعطيني تقريبا فل مرة شي كويس قفل بسم الله خلينا النار قفل بسم الله لا يمكنني تقريبا لée لأ لأن اتأخر وقت النوم لا تكفى لأن احفظ أبو الورطة يا جماعة أبو الورطة أبو الورطة أقصب لا توردة الحين الحين مقدر أحفظ اللعبة لو صار أي شي مقدر أصوي سيف لازم أنتظر لين يجي الوقت 21 مرة ثانية وأجي أنام الحين تأخر الوقت مرة شوفوا قربت الساعة 9 لانه اللي اللي ما يدري محلنا يفتح الساعة تسعة صباحا ألين الساعة 21 مساءا وهي يعني تسعة مساء يعني من تسعة الصباح إلين تسعة الليل فهينا خلاص بقي ساعة واحدة على أنه أفتح المحل الحقي آه خلا يستر الله يستر الله يستر ما دي نفتح المحل ولا أقعد مقفلة طول الوقت هذا لأنه كده بيروح علي يوم كامل بدون ما أستفيد ولا شيء لكن في نفس الوقت لو فتحت وجال حرامي يسرق من عندي ولا المشرد والله تحت أحروح فيها حتورط مرة يا جماعة الخير لأنه هذا سرق حاجة باربعلاف من جد سرق خرب ومقيمة الربح اليوم هذا كامل راح بعده ما يقل لنغالية كان أخذ هذه تونا ما حللناها تدرون راح بحث عن المضربة أنا إن شاء الله أني ألقاه يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا ربني ألقاه إن شاء الله أني يكون مقلتس ولا أي شيء ألقاه فتأه طيب تدرون أنا ما راح أفتح المحل مع أنه تونا إحنا في بداية الدوام لكن معاي فلوس مرة كثير وأنا فاتح مساحة كبيرة فراح أسري أشياء إضافية خلاص وراح نضبط المحل بعدين نروح ننام بعدها نصحى ونقول يا رب المضرب يكون موجود خلاص فأنا اللي أفكر فيه واللي أبغى أسويه بصراحة إنه هذه الأركيد كلها لأنه ما كانها أبداً معاجمين هنا أفكر أني أنقولها بالكامل هنا تصير كذا وكذا وكذا هنا تصير الأركيد كاملة بعدين هنا نحط طاولات سواء كانت اللابتوب ولا كانت الكونسول ولا كانت البي سي خلاص هنا جوا ممكن نحط غرفة في آي بي يعني هنا نحط كونسول هنا كونسول بلاي ستيشن وبلاي ستيشن طاولتين وتكون غالية مرة غالية يعني زي هذي غالية تروا الطاولة غالية بلاي ستيشن غالية يد غالية بس نجيب لهم كرسي غالي وشاشة غالية ونحطهم هنا ونسوي مثلها واحدة ثانية هنا هذي يصير حقت كذا هنا مكان حق بلاي ستيشن حلو وفلو يقدروني اضافوه في اللعبة زي اللوحة كذا اكتب بلاي ستيشن كذا مكان حق البلاي ستيشن وراحة تكون حاجة حلوة مرة وهنا ممكن احط مكان البي سي لانو البي سي في له اشياء مرة كتير شفو كذا طاولة وكمبيوتر وكيبورد وماوس وشاشة وبي سي وكرسي فاحطوا هنا لون مساحينا مرة كبيرة شوية واللابتوب ممكن اللابتوبات احطها هنا كمان احط هنا لابتوب غالي وهنا لابتوب غالي تكون برضو اللابتوبات في اي بي تمام والاركيدز تكون هنا بالكامل كذا والله حتكون حركة مرة جامد الصدق فانا راح ابدأ اول شي راححط البي سي السوني هنا لانو مافي شي مكان لحق السوني الكراسي للسوني طبعا لانا قلنا راح تكون حاجة مرة غالية مادي انا اخذ هذي اوكي اا لا لا ما راح اخذه مرة غالية بثلاثة هلافة يا جماعة راح اخذ يعني حاجة متوسطة يعني هذا ب1650 لا ااا اخو الكراس باخذ هذا باخذ من هذا اثنين للسوني افضل شي صراحة طيب يا جماعة قرب الوقت من اني يقفل الحمدلله شوفوا شلية كل اللي هنا احس ارتب مرة ااا حطيت الاركازي اللي عندي هنا اا اخي القنارة كمفروض هذي ثنتين باقي راح اكمل راح نشتهين ثنتين وهنا ممكن ولا شي عشان ما نضايق عليهم السير زي كذا هنا وراي هذا المكان حق اللابتوب شوفوا اللابتوب زي بعض طبعا اللابتوب هذا غالي مرة في باقي هنا يقولي شاشة بس اتوقع انه خلاص هذا جاهز يعني يقولي لان عليه صح معانة انه جاهز عندنا هذا البي سي الاول البي سي نفسه رخيص لكن الشاشة غالية يعني هنا باقي راح نكمل هذا باقي اغراضه هنا الشاشة رخيصة لكن البي سي غالي مرة هنا عندنا وراه مكان البلاي ستيشن سي ما تشوفون لكن باقي الشاشات ماني عارب اشتريت هذي الشاشة وما ضبطت واشتريت هذي الشاشة الكبيرة ثانية وما ضبطت ما ادريش الشاشة المطلوبة البلاي ستيشن لكن الى الان امورنا تمام ما بلا اضيع وقت لاني ابغروح انام الان باقي عندنا 33000 مبلغ مرة حلو راح المحلم قفل ما فتحته ابدا راح نقفله راح نروح النام الان عشان نسوي حفظ ونقول يا رب انه المضرب حقنا يرجع يالله يا كريم اوكي بسم الله نوم وارب يارب يارب لو ما رجع المضرب والله يورطة وارطة عظيمة اوكي حلو سوي حفظ خلاص قفلنا كل شيء اوكي بسم الله يالله يا كريم صباح يوم جديد اوكي ما اكلت بس عادي ابا وروح اشوف المضرب هو اهم عندي لانه هو اللي راح يحكم هل نفتح المحل ولا لا يالله هو عنده مكيف عنده بي سي نايس عنده شاشة حلو 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 عنده شاشة مره حلو مين محلن والله اني ضيعت بسم الله يارب اوكي الدنيا محيوسة مره حلو وين المضرب لا المضرب ما جاء المضرب ما جاء المضرب ما جاء الى الان يهو وين المضرب والله يحرام يالل خربة اللي بخلاص لما في ضرب خربة حرفية بس تدلون انا بسوي شي اللي سويته مع المكرسة اللي ما ضاعت عليه طفيت اللعبة بالكامل ورجعت بعد ما حفظت الحين اني حفظت فبطفي اللعبة وبرجع شغله ونقول يالله يارب يارب طيب يا جماعة بسم الله شغلت اللعبة ورثاني الحين خلني ااكل حلو اكليف ولا الان نزبوط اموري يالله يارب يالله يارب يالله يارب يالله يارب يالربي يارحمن يارحيم اكسب لاني مره خايف مره خايف مره لانو حرفيا جماعة ما في مضرب خلاص بيسرق اللي يسرق ما يدفع اللي ما يدفع شوفوهم عند الباب بعد قدم خلاص يراك ليوسرق رجع 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 نصلا لا رجع لا نصلا يالله يلع حون هون اقدر اوه يا ربي والله اني ارتحت مرة الحمدلله الحمدلله خلاص قاعدة لو ضاع منك شي ما لقيته سوي حفظ رح نام بعد انطف اللعبة وشغلها راح تلقاه حلينا مشكلة للقليتش اللي يا ربي حلونا هذا اوكي خلي المضرب هنا شي مضرب هنا قدام يا راح حفظ مكانه اوكي خلونا نلظف المحلة الآن بسرعة عشان الزباين لأنه كفاية أمس يوم كامل ما بعنا فيه ولا شي والحمدلله ايوه يا راح نوفر كويسة جماعة مرة الحين رتبنا مرة امورنا تمام تمام خلونا الحين شوفوا ما كنا سوينا اوكي المضرب وين خلاص نجيب هذي حطها هنا كذا يا حبيبي ايوه ايوه يا جماعة ايوه رجعتلي كذا حس سوكس بلا تحمست مرة ثانية بشك كنت محطم مرة كنت مقهور طيب هنا ناقصنا كيبورد وبي سي فخلونا نروح نشتري أنا شيت برة بي سي طبعا سعره غالبا انه أرخص مية في المية هذا هو وين هو هاي وين بي سي اما وين بي سي كان عندك بي سي اهو اوكي جاب كونسول جاب سماعات جاب خلونا قل مكيف لازم مكيف ضروري مكيف طبعا ما شيكت السعر لاني عارف انه أرخص مية في المية أرخص مية في المية لاني أكثر من مرة أجربة فيكون أرخص مرة ونوعية مكيف كويسة نفس هذا اللي عندي الآن رح نحط واحد ثاني هنا تعالي حلو كذا حطينا المكيفين مروا أمورنا تمام عندنا بس مكيفين في المحل كله مادري حسها قليل حسنا نشوف الحرارة اوكي حلو واحد من الكوبيتات قال لي دامة مكتب وورم ترا هذا أفضل شي فخلص كذا مره كويس عندنا المحل خلص جاهز هنا نفتح ولا ولا مجاهز باقي كيبورد وبي سي بسم الله خلو نشتغل نشتغل نشتري كيبورد وبي سي زي بدأني مره فرحان مره 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 فرحان تدلون خلو نفتح المحل أول شي ونشتري الإشياء الباقي هو مفتوح شاء الوقت مايروح الفاضي يلا تعالوا محياكم الله تفضلوا كم الساعة الحين حلو باقي معانا 10 ساعات أو 10 دقائق بلا صح ونقفر المحل خلونا ناخذ لنا ولنا ناقصنا كيبورد وبي سي الكيبورد رح ناخذ حاجة كيبورد رح ناخذ ورح ناخذ البي سي صراحة فكر ناخذ بي سي غال لأنه عندي فلوس والله والله عندي فلوس يا جماعة فخلوني أخذ بي سي أوكي مرحبا مرحبا بكم حياكم الله ورحبا ألف رح أخذ أغلى بي سي تصدقون انجرر بناخذ أغلى بي سي هذا بقى خمسة ألاف دييم أوكي جاني على طول متشرد على طول قال بسم الله يلا يا حبيبي خلنا أخش ابلأ 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 يا حبيبي ايوه ابلأ حلو شف المضرب رح حطو هنا ها شفو هنا أوكي هذا مكانو خلص تمام المكلسة مو عجب لي مكانها أبدا هنا حطها أحسن ايو كده كويس حلو حلو ما شاء الله شكلهم حتى جميل هم يلعبون يلا بالعافيتين عليكم هذولا طبعا أوه يبغل هنا الشاشات ما إلى الآن ما عرفتش الشاشات في ذول على اللابتوب حلو مرة طلب كوله ما راح أجيب لك كوله أبدا لأني مرة مشغول وصلت الأشياء اللي برة وصلت حلو بسم الله بسم الله بسرعة 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 اتفعي و ادفع اسمها مو طالع ليه اسمها مو طالع طيب ايش مطلوب هنا شو صار عندي كم شاشة والوه جمعت شاشات الدنيا كلها السبدي بغالي مستودع والله هل في احد ما دفعي تورا قريب ولا شيء لا كله موكو حلو حلو ماني عارف الالان ايش الشاشة حقية الكونسول خلنا بتجرب اقود اجرب والله افضل حل اني اقود اجرب بصراحة يالي للهاكات ما عندنا بتكوين احنا ما نتعامل طيب بغالي نشتغل ببتكوين يا جماعة بس بغالي ناخذ برنامج من الهاكات والله الاحتياط عشان ما متورط ليش تجلسين يا حبيب اجلس على هذا الغالي اجلس على الغالي اعطينا فلوس زيادة انا فواتير اوكي بدل بنك ياخذ قيمة العشرة الالف اللي اول اول مرة قد اخذ مني الفين هذي ثاني الفين يعني بقي ثلاث مرات ياخذ مني فلوس وعندنا الاجار حق الفندق واجار الانترنت و الان لازلت ابحث عن من الشاشة اللي مراضية تطلع يا جماعة الخير للاسف مره فيها خير مره ولا فيها مجال السرقة شي اسمه سرقة ما معك هذا الاركادي اعطيني واحدة من الغالية واعطيني واحدة هذي واعطيني واحدة هذي برضو خلنا كذا ننوع وهذي كمان واحدة خلاص والله الاشرة الاركادي مره كثير بس والله تستاهل واحنا عندنا فلوس ماحنا خسرنين يا ليل انقلع انقلع قدام الهذا أصفق الكف وكسب الله يطفشوني والله مفروض والله ما نشتري الاركادي زي الحين مفروض نشتريها لما نقرب من الاغلاق لشان ما تسي السرقات وانا ما ادري يعني ما نمركز معاهم ابعدوا خلنا ندخل صاحب المحل شكرا جزيلا هذي واحدة من الاركادي زي الان ايام مفروض ايام ايام واحنا ايام ايام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر تمerasب ترجمة نانسي قنقر 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 انا الحين باقي تقريباً عشرين ألف فانا اشوف الشي هذا مرة كويس بدينا نصير أغنياء صراحة حس انه الحين ما راح نطفر فلا توصيكم تبغول تشوفو مقاطع أكثر عن هذا المقطع وهذا السلسل حطوا لايك على المقطع واكتبوني كيف نشتري شاشة البلايستيشن في الكومنتات ويا بس اذا كان عندي سبحانك الله وبحمدك اشهد وانا لان سفرتي بليكا معكم يسف سلام عليكم اشتركوا في القناة